خلدت المركزيات والنقابية أنس بمختلف مدن المملكة عيد شغل بتنظيم مسيرات عمالية وتجمعات خطابية عبرت خلالها عن مطالبها الاجتماعية وانخلطها في تحقيق العدالة الاجتماعية والمضي قدما في مسيرة التنمية الاقتصادية ودعت النقابات إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الاشغيلة رافعة شعارات ولافتات لتعبير عن عزمها على موصلة ادفاع عن المكتسبات والمطالب المشروعة المتمثلة على الخصوص في تحسين دخل الطبقة العاملة في القطاعين الخاص والعام والحفاظ على قدرتها الشرائية ورفع المشاركون خلال هذا الاحتفال الذي يأتي غداة توصل الحكومة والمركزيات النقابية إلى اتفاق بشأن زيادة عامة في أجور العاملين في القطاع العام الذين لم يستفيدوا من مراجعة أجورهم بمبلغ ألف درهم صافية شهريا وذلك في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي رفعوا لافتات تخث على احترام الحق في الإدراب وحماية الحقوق النقابية وتحسين ظروف العمل وكذا تجويد خدمات الصحة والتعليم